أريد أن أأكل اليوم نزلت لكم طريقة للجبنة تقعد لحالي بالبات وقالت بدي صور لكم شي خفيف ويكون طيب وسهل فهذه الأكلة اليوم شو أكلي عملت لها انت من عشاء الحارشي هذا الجبنة خلييني حط الجبنة خلييني حط حر أخضر ضروري شو البضع تعالوا نعمل مع بعض أطيب أكلي يمكنكم تعملوها على الفطور أو على العشاء أو على الغداء أو في أي وقت بتكونوا جوعانين فيه وأكلي كتير طيب وخفيفة وما بدا مكونات كتار والمكونات موجودة عنكم بكل بات بس بدي منكم تعملوا لايك لهذا الفيديو وعملوا كومنت واللي مش مشترك عندي يشترك بالقناة فهلأ هون عندي حبتان ببندورة حاولت اني أخدتهم مستويين وقطعتهم على شكل مكعبات صغيرة طبعا من بعد ما قطعتهم هون رح أخد معهم بصلي بيضة صغيرة سأعطيها كمان صغيرة قد ما فيكم نعم ولا البصلة طبعا بعد ما خلصت فرم بالبصر سأأخذ معهم هون كم سن توم تقريبا أخدت شي ستة أو سبعة هي كلمة كترولة توم كلما ستطلع معكم أطيب وأطيب بس هلأ هنعملون للتومات بطريقتين في عالم تعملون بتفرمون متل ما أنا عم بفرمون أنا هلأ متل ما نكون شايفين يعني أو في عالم بتدقون دا فأنا هلأ رح أعمل سأفرم نصهم وحدق النص طبعا فهكي بيعطينا طعمة ولا أطيب من هيك وهون عندي الحر الأغدر اللي ما فيني استغنى عنه بكل الطبخات طبعا فهلأ من بعد ما أخدت هالحر الأغدر هبلش أطعو لشقف صغير صغيرة قد ما فيني وهيدا الحر الأحمر اللي شايفينه على جنب ما رح استعمله هلأ هستعمله بآخر الفيديو وسخليكم معي وتابعوا الفيديو فهلأ هون الحر الأغدر فرمتوا قد ما فيني ناعم واستعملوا أي مقلية متواجدة عنكم بالبات شوفوا لي هيدا المنظر هاي الشغلات اللي فرمناها مع بعض هيدا البندورة وعندي هون الحر الأغدر وعندي البصل وعندي التوم فعلا الريحة معبقة يعني معبقة عندي هون ممصدق لي خلاص الفيديو لحتى أكرم هالأكل هلأ طبعا كيف لو حطيتهم على النار تعرفوا انت ريحة البصل مع ريحة التوم والحر على النار بيعطيهم طعمي والأطيب من هيك حطينا للمقلية هلأ نحنا زيت زيتوم متحطوا زيت أبيض أو زيت نباتي حصريا بدكم تستعملوا زيت الزيتوم مع هيد الأكلة وبتبلشوا تقلبوا هالتومات مع البصل بحيث أنه أول ما ياخدوا معكم شوية لون أو يتبلوا يعني البصلات والتومات وينات كلها طبعا يعني بزيادة حار أنا برأيي فهلأ طبعا عندي هيلد البندورة شوف البصلات والتومات بلشوا ياخدوا معي لون فأول ما يعني دابوا معي البصلات على النار فضفت عليهم البندورة تقريبا أخدوا معي على النار شيء أربعة دقائق لحتى استووا معي البصلات ضفت البندورة هون هضيف عليهم البهارات اللي هن بس فلفل أسود وبملعة ملحة كبيرة هون عندي الشي الأساسي اللي هو الجبني هم ضيف عليهم جبنة الموزرلة هتعطيها طعمي والأطيب من هيك لديكم أشقوان كمان زيدولا شوية أشقوان حب تعطيها طعمي عن جد كتير طيبة وكتير جديدة فهلا شوفوا هالمنظر هون يعني شي بدي اتركوا التعليقات لألكون تعطوني رأيكم بالتعليقات تحت أنا الريحة معت فيني اتحمالها بصراحة شوفوا هاي الجبني عندي هون بلشت الدوب وهون بلشت يعني بوص الغاز عليها لحتى الدوب جبني على مهلة شوفوا هالمنظر شوفوا هالجبني وهالمكونات كلها اليوم شو أكلي عملت الله بتاع تعال فرجيك عن جد شي بجاهي تفرج انت شوف انت من عشق الحارشي هيدا الجبني خلييني حط الجبني خلييني حط حر أخدر ضروري خلا انا كبرتها شو هيدا الخبزة كده الساعة بيتمي مباري خلا هنقول بسم الله لا نحن أول شي عن جد هيدا الوصفة اللي ما شف الفيديو يرجع دا الفيديو يشوفوا كله شو البضع طلعط لك الحب يا معلين فعلا بتشهي طلعط لك حب وورا الحار فعلا جربوها وعملوا لك لها دا الفيديو وشايروا لرفقاتكم بعطوني رأيكم بالتعليقات تحت شوف شوف اللي شوف اللي شوف اللي شوف شوف اللي شوف اللي بحيات ربك شوف انا سأخذ زبني مع توم مع الفلاح في الحرة مع الصصف البنادورة اللي فيها فعلا رواع طبعط ليا يا ابي همي تعاوا شوفوا اليوم منا ترويق اعملت كنت قاعد لحالي بالبيت وقلت بدي صور للك شي خفيف ويكون طيب وسهل فهيدي الاكلة طيبة كتير فيكن تعاملوها عفطارو خاصة على العشق ازا جعتو وما حابين التقلب بالأكل أو عاملين ضايت أو رجيم يعني فيكم تعملوه هذه الأكلة كتير طيبة وكتير سهلة وطبعا المكونات حاولت عملكم إياها بكتير سهلين ما يكونوا صعبين يعني وتكونوا عنكم أهم شيء متواجدين بالبيت وشكرا كتير على الدعم اللي عم تقدمونا وما تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو ريوصل لأكبر عدد ممكن عندي حابة بنادورة بقى الطعام وكعبات وطبعا أخدت هون إيرن حر أخدرacio يمكنك تستبدلوه طبعا بفليفلي حلوة هذا طبعا حسب الرغبة لكن طبعا مش الفليفلي الحمرة تكون جبارة تكون من المملك بissyة خضرة وتعطيها طعام أطيب وعندي هون البصل الخضرا حسرا لا تستعمل البصل العادي sap اللي عدي حتعطيه حدودية للاكلة فنحنا ناخد نكهة البصل الطيلي بالبصل الأخدر وهناكد الزيتون الزيتون اللي عنا هنا الأخدر طبعا أيضا ينطئون زيتون أسود المتواجد عنكم والطعم الطيبي اللي هو النعنع تاخدوا هيك عرقان صغار وبتحطوهم بهالسحن طبعا تفرموه النعمين كتير كتير بيرجع عندي هون جبنة بالغارة كتير طيبة مع هايدي السلطة انتو خبروني ش بتسموه عنكن هايدي الجبنة طبعا فيكن تستعملوا جبنة الحلوم بس هايدي الجبنة بتعطيها حموضة وبتعطيها طعمة يعني ولا أطيب من هيك فهلا عم بحطولهم هون ملعة نعنع يايبس كمان هيعطيها طعمة كتير طيبة او حطولهم نصف ملعة نعنع ما تكتروا برجع بحطولهم ملعة كبيرة هون من الزعتر هادا الزعتر العادي يعني من ناكله بزعتر وزات وهلا هنحطولهم هون نحنا زات الزيتون طبعا كتروا لزات الزيتون لانه بصراحة هي بتاخد كتير زات وطيبة لما يكون في قلبها زات زيتون هتحسوه ولا أطيب من هيك شوفوا هلا هون يعني بتجيبها الخبزة وهنحط هيك نكتر بقلبها وطبعا لازم دوق لانه هايدي الأكل كتير اشتهيتها بتاعفوا ريحة النعنع مع البندورة والوصل عن جد ولا أطيب من هيك الله 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 شو رأيكم بهيدي الجبنة انتو بتكون تعطوني رأيكم شي ولا أطيب من هيك اليوم نزلت لكم طريقة للجبنة هتصيروا تعاملوها كل مرة وحتستغنوا عن أي طريقة بتعرفوها انتو أول شي بتروحها على السوبر ماركت بعدين بتكون تجيبوا قالب فيتا هادي نوع اسمها فيتا الجبني بعدين بترجعوا بتجيبوا هالتابر وير اللي عنكم بالبيت وطبعا هون بلشت افتحها أنا شوفوا يعني هايدي الأكلة فعلا فعلا هتصيروا تعملوها الصبح والعشاء والظهريات بأي وقت انتو بتحبوه فهلا هون من بعد ما فتحت أنا على بيت الجبني حبلش أطاعة على هيدا الشكل لعين ريحتها يعني انتو خبروني بتحبو جبنة الفيتا ولا لا من بعد ما قطعتها رح اخد هون قرن حر أغدر طبعا هون الحر ضروري بالوصفة لأنه كتير بيعطيها طعامي طيبة وإذا ما بتكون حر فيكن تستبدلوها بفلايفلي حلوي طبعا من جيب هيدا القرن الحر منبلش نقطعه قد ما فينا يكون ناعم ناعم ومنضيفه هون عندي فوق الجبنة وأهم شي انكم تحطوها هيك بينات الجبنة لحتى تحصل على طعامي ولا أطياب من هيك من بعد ما ضفنا الحر هون عندي حبة البركة اكتبولي شي بتسموه نحنا منقلة حبة البركة فالله حضف لها تقريبا ملعة كبيرة حبة البركة حوزاها عليهم للجبنات من بعد ما ضفنا حبة البركة في عندي هون السمسم طبعا هيدا السمسم أنا محمصه قبل بوقت فيكن تشتروه جاهزة أو انتم محمصينه بالبيت تكونوا حرش على هون كمان شي ملعة كبيرة سمسم شوفوا لي هيدا المنظر شو حلو هلأ من بعد ما حطيت السمسم كمان حرش هون الزعتر البري فهو الأوريغانو فشوفوا هلأ عم حاول انه حط فطاروا معي من الهواء فهلأ هرجع زبطهم طبعا هرجع حط عليهم منيح من بعد ما ضفت عليهم الزعتر وعندي هون الزيت الزيتون تقريبا رح حط لهم شي خمس معالي اكبار يعني حطولها زيت زيتون لانه هي بالطيبة زيت زيتون كتير فقدما كترتولها الزيت هتطلع معكم كتير طيبة هلأ حضيف علي هون النعنع الأغدر حطولها هيك حبتين نعنع وحطوها وسكروها وحلأ بيكون تحطوها والبرد يعني بتتركوها نهار نهارين ثلاثة أربعة أيام ما بيأسر فيها وكلمة تركتوها أكتر كلمة أطياب بس هلأ أنا ما نطرت عليها لحت أصوركم الفيديو بسرعة فشوفوا هيدا المنظر هوني عن جد وصفي ولا أطياب من هيك يعني بتمنى انكم متجربوها وتعطوني رأيكم تحت بالتعليقات يعني شوفوا 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 هلأ هيدا الحر هأكلها مع الحر يعني بدون حر فعلا أنا يعني ما بحب الأكل بدون حر فأنتوا اكتبوا لي تحت ميمة لي بيحب الحر طبعا هلأ هون رح يأكل قدامكم وفعلا ريحتها ولا أطيب من هيك بسم الله يا عين يا عين يا عين ما بخبركم نعم لي أكل يالله اليوم اذا كنتوا شوفوا هانين حنعمل مع بعضنا أطيب عشان خليكم معي بتاعوا شوفوا عندي هون الجبنة وعندي هون الخيار وعندي هون البندورة يعني أكلتنا كثير هيني ما رح تأكل معكم كثير وقت سأعملكم فيديو عبارة عن دقتين أو ثلاثة دقائق فخليكم ما يتابعوا الفيديو هلأ أول شيء عندي هون الخيارة بتكون تقشروا او ما بتكون يعني أنا هعمل نصدقشيرة يعني هنخلي هاي واحدة وهاي اثنان هايك يعني تمام على هيدا الشكل هون برجع بجرحز السكيني هون عندي هشيل الغرف طبعا وهلأ رح حطها بالنص هاك شوفوا شوفوا يعني هتدعولي على هيدا الأكلة اليوم كثير طيبة هاقطعها لقطعها صغيرة وهيدا الخيارات فرمناهم كلها يا تمنى مكعبات صغيرة بيرجع عنا البندورة هاستخدم حبات بندورة سواء تكون صغيرة أبو كبيرة متواجدة عنكم تمام هنبلج نقطعها على شكل مكعبات صغيرة كنان رح فرجيكم هلأ إن شاء الله هيدا الوصفة تعجبكم لأنه خفيفة وما بتاكل معكم كثير وقت هلا حنقطعها مكعبات وهي حبة البندورة اللي قطعناهم مع بعضنا مكعبات صغيرة متن ما قطعنا الاخيار هلا بيرجع عندي هيدا القالب الجبني هون فيكن تستعمله يعني عكاوي بس العكاوي بتكن تحلوها شوية بالماء قبل ما تستعملوها بس أنا هستعمل هلا الحلوم متل ما نكون شايفين عم بقطعها يعني ما كتير تكون يعني شو بلولا رقيقة 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 فحاولوا تكون متما عم بقطعها هلا أسميكة على هيدا الشكل برجع بعملها هيك هلا ما قطعنا الجبني لمكعبات هنضيفها على السلطة اللي عندنا زيت الزيتون يعني ما بخبركم هلا الطعم كيف هتطلع ان شاء الله هيك يعني مبين معكم كل شي بالتفصيل وهلا ما بعد ما ضفنا زيت الزيتون عليها بيرجع عندي المكون السري اللي هو الخردل يعني انتو عارفين هلا هذا الخردل مع الجبنة ومع الاخيار ومع البندورة اللي حمودة اللي هيعطينا يعني انا ما بخبركم انصحكم وكم تجربوه هلا هلا ناخد هون اهم شي عندي ملعة دعنع يابس بناخدها تقريبا ملعة كبيرة بنحط عليها هون هلا هرش عليهم هون كمان رشة سمسم شوفوا كيف متل ما همحط هلا انا هحط تقريبا ملعة كبيرة كمان عليهم تمام من بعد ما خلصت السمسم ها ارجع حطولهم زعتر بري كمان حطولهم لشة صغيرة يعني ما اخبركم الريح الزعتر مع السمسم مع يعين يعين باحت الخردر بلش تطلع لعندي وهلا بتبلشوا تخلطون هيك على مهلكون شوي شوي بحيث ان البندورة متتخبص تمام من فوق لتحت وتحت لفوق متل ما نكون شايفين بالفيديو يعين شوفوا 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 و الله روعة 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 خلينا نخلطهم وهلا اذا حبيتوا هون تضيفوا عليها الزعتر العادي يعني فهذا الشي بيرجع لكم انتو نحنا نال زعتر بري فهذا الزعتر كمان هلا العادي هيعطينا طعم معها عن جد يعني ولا اطيب من هيك خلينا ناخد معها هلا هاك عصر الحامض يعني هنرش عليها شوي هاكي تعرفوا يعني الحامض مع السلطة لازم اجباري يعين 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 ما نخبركم هلا نخلطها من الحامض اللي عصرناي عليها فلازم هلا ندوق حدكم عن جد اني اشتهت اشتهت ريحتها والله العظيم ولا ولا اطيب منها ووو ووو يعني عن جد منتصحك لن تشجربوه لانه طيب طيب كل من شايف هذا الفيديو عملوا لايك لحتى يوصل لأكبر عضب من العالم ما تنسو تعملوا تعليق حلو بصحتانو هنا لجميع بدي اكل يلله شكرا